موسيقى السلام عليكم البنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير ولينا البنات للروتينات ان شاء الله اللي محبي الروتينات يعجبكم الروتين عفو انتعليو هاد الروتين متنوع شوية يعني منها نديرو فطورنا كيما معاودين كل يوم يعني كل بيت الجزائري نديرو فطورنا كيما راكم شايفين رايحة ندير فطور خفيف طريف يعني كابوية ولا القرعة القرعة الحمراء ولا اليقتين هكذا باش يفهمونا البلدان واحد اخرين درت كيما قلت لكم كابوية خفيفة ضريفة غير بزيت الزيتون والتوم وتوابل هذا ما كان يعني صحية مئة بالمئة كيما راكم شايفين هنا من بعد ما قطعت الكابوية ديالي وغسلتها مليح من بعد نقطعها الى مربعات كيما راكم شايفين هنا في الفيديو يعني قطعتها عشوائيا هكذا حتى نعمر كامل الطاجين ديالي ولا كيما شفته هنا انا ندير دايما في الطاوة التاعية اللي موالفين معايا يعرفوها يعني يعرفو المواعن ديالي هنا نقطع كامل كابوية ديالي عشوائيا كيما قلت لكم من بعد رايحة نضيف فوقها التوم هنا يعني قشرت راس تحت التوم كامل وحطيتو في المهرس ونزيد معا شوية شوية ملح في المهرس ديالي ونهرس كلش من بعد ندير التوم ديالي والملح داخل الطاجين من بعد رايحة نزيد له التوابل اللي هما الففل العكري والففل الاسود هذا ما كان اللي ندير هنا بالنسبة للزيت نسيت ندير الزيت الزيتون كيما راكم شايفين هنا ونغطيه ونخليه يعني يتقلى على نار هادية من جهة واحد اخرى حبيت نضيف الكبوية ديالي الخبز الكوشة ولا يعني اخترات ندير الخبز المطلوع اليوم درتو بالخبز الكوشة عفوا هنا الخبز الكوشة بعد مختمر يعني الاختمار الأول درتو في السنواء ودت فوقو حبابيت وشوية سانوج وحطيتو ثاني يختمر لمرة الثانية هاد الوصفة تاع الخبز تلقوها البنات في الفيديوهات السبقة التاعي يعني درت اشكال وانواع تاع الخبز هنا البنات من بعد ما اختمر الخبز تيالي وحطيتو داخل الفورنيتيب هنا من بعد ما طاب جاهايل يعني جا خفيف وبنين كما راكم شايفين قطعو الى مربعات ولا يعني كيف كما تحبو تقطعو الخبز ديالكم كما قلتلكم البنات ان الكابوية نحبها بالخبز الضار ولا بالخبز المطلوع يعني في الضار كامل نحبوها هكذاك هاد هي من بعد الكابوية ديالي من بعد ما طاب بطرت لها راس يعني بتاع الحار يعني ليها بس كما راكم شايفين طاب معاها من بعد قدمتو بهات الطريقة بالنسبة الجبه ديالي البنات اللي بزاف اللي قالوا لي حطي لنا الجبه اللي لبستيها في الاعرس يعني لي فاتو هاد الجبه اللي بنات انا اللي خيطها يعني العقاش انا اللي خيطه ويعني الفصله والخيطه وكامل يعني الخيطه ديالي هنا بديت العقاش ديالي بليزابليك يعني السقط ليزابليك قبل من بعد كملت فوقها بالعقاش يعني العقاش كان انواع واشكال تع العقاش هنا من بعد ما خلصتها كامل في الامام وفي يعني في الخلف كي ما راكم شايفين كي ما قلت لكم البنات كان بزاف الاشكال وانواع تع العقاش انا اختارت هادو العقاش يعني انا ولستي رحنا مع بات واخترنا هادو من بعد خيطها كي ما راكم شايفين بالنسبة الاجنحة ديال الجبه ديالي هادو هما يعني عمرتهم تاني هما بنبقاش من بعد راحة نرضها يعني الخيطة ديالي باش تمنطي لهادو الاجنحة حاقدها يجيونا يعني بومبي هادو الاجنحات يعني كلي شغل جبه تعواران تشبه شوية بالصح ماشي جبه تعواران هادو هادو هيا ان بعد مدتها يعني الخيطة يعني اه منطاة للي لاجنحة ديالها كي ما راكم شايفين شوفوا كيف شجت يعني جت كي ما قلت لكم بومبي هادو هادية هي الجبه ديالي يعني درت علها غير من فوق برك الرج Phillip لا أحب شيئا شغلية نحب شيئا أحب شيئا لا أحب شيئا شغلية لا أحب شيئا شغلية هذه هي من بعد رحنا كما رأيته في العنوان رحت عند الوستي يعني ضربنا داره كما قلت لكم رحنا هنا في دار الوستي من بعد ما وصلنا وكامل قاعدنا شوية من بعد درت لنا القهوة رحنا أعلى غيلة حطت وش عندها في البيت يعني حطت القطو وحطت الفلون لولاد ودارت ثاني القهوة لشرب قهوة لشرب قهوة كحلا شرب يعني درنا قاعدها مليحة يعني حلفة الوستي قالت لنا والله غير تقاعده تتعشوا معي يعني درت عشا عادي يعني في طولها تعصباح وتعشينا مع بعض هنا صورت لكم شوية كوزينة ديالها يعني بدلت كامل بيتها بدلت مام لمبل ديالها بدلت لابانتشور وكامل حبيت نصور لكم شوية مقتطفات تعبيتها بالصح قلت لها نخاف البنات رايحة يقولولي ثاني راكد زوخي علينا وكامل ومحبيتش نصور لكم لي حبيت نصور لكم البيت الوستي الجديد يعني بدلت كلش باش تاخدوا أفكار تكتب لي في التعليق هنا البنات درت الوستي فكرة هيلة يعني درت كيما شفتو مقبيلة درت تكربابين بالصح حطتهم بهاد القصعات هادو صغار يعني شابين بالبزاف هادو القصعات هادو صغار يعني مام المكلة فيهم بنان بالبزاف تجي المكلة بنينة بنينة بالبزاف شوفوه مع المغارف تعلح طب حطت يعني كيما قلت لكم درت تكربابين بالقديد ولا بالخليع بالخضر هنا راهي تنحيف الخليع يعني في المرقة من بعد حطينا العشاء كيما راكم شايفين مع الفلفل الحرة يعني الحمرة هادي هي بنت عشاء تقليدي مئة بالمئة صغطو مع القصعات هادو جت المكلة بزاف بزاف بنينة هادي هي البنت موسيقى 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 من بعد البنات متعشينا راح تشطورة ديلنا بنت لستي لنا راهي تغسل في المواعند اااااااااا يعني هاد الطفلاء درت حالة هنا مع المواعند يعني متنا بالضحك كيما راكم شايفين يعنيаздو ماش نحيت اااااااااااااا ما تسمعوش صوتها هذه هي البنات نقلها اللوستيكي مار بيخليك لنا ان شاء الله ربي يزيدك من نعيمه يعني درنا قعدة هيلة وشربة والفيديو تعليم البنات والعجبكم بارتاجوا الفيديو محببكم وصحبكم وما تنسونيش في اللايكاتكم وتعليقتكم الرائعة وإلى الملتقى سلام